مرحبا مختلفة اوقات تكون عالية اوقات تكون وسط بس من اللي بيرفط لك نصراك بتلاقي احد الملفات الكويلات اللي هون بيحمى طبعا بيحمى لدرجة انه بالروزن بيزهر غالبا بالروزن بيزهر وبالحد الادنى بالكاميرا الحرارية طبيعة الحال حيزهر شو اسبب وبتجي انت هون مثلا بيضيعوا الشباب بيجي بدي يحل المسألة اوقات بيغير الكويل الاوقات بيغير تباسترات حدو هالخطأ وبيحقون عليه وما في اي نتيجة بيضل العطل وبيغير IC power بيضل العطل مثل ما هو لنفرجيكم هون شو الاسباب وليه هيدا النتيجة اللي بتصير بما انه خدنا نموذج هون الايفون 12 برو احد النماذج هون هناخدها من هيدا الكون اللي هون طبعا هيدا الحالة ما بتشمل كل كويل ملف خارج من الـ IC power لكن مش هني كلهم بيعموا بسبب هالحالة لانه في عنا نوعين من المخارج البار نوع بيروح بيغزة دوائر تاني يعني مثل مثلا سبي وبس نوع تاني بيظهر لكن بيرجع بيفوت على الـ IC power تاني الـ IC power بيغزة اقصام تاني هي مخارج الـ LDO مثلا وبنفس الوقت ممكن يكون عم يغزة دوائر تاني نحن هون موضوعنا يعني هاي القطع هاي المخارج هاي بتسبب هيدا تحديدا هيدا القطع لانياخد نموذج منن هو الـ PP 1.8 S4 نجي للـ IC power هيدا قسم الباك هاو الباكات هون مخارج الباك منظمات الباك ازا بتلاحظوا هون الـ 1.8 V S4 طبعا هيدا بيتحمر أمبير عالي متل ما نكون شايفين و 1.2 أمبير وين رايحة بالقسم تاني من الـ IC power ازا بتلاحظوا هون قسم الـ LDO هاو مخارج الـ LDO هيدا شو بمسابة الـ 1.8 V هو بمسابة الـ VN للـ LDO متل ما نشايفين هون الـ VN يعني أحد ما داخل التغذية بس هون إذا منلاحظ ما عنا LDO عنا switch والـ V-OUT ما دخل 1.8 والـ V-OUT 1.8 S2 1.8 I-O 1.8 touch لديه touch S2 ازا منلاحظين هون بل لكن هون الـ 1.8 أمبير عالي أقل يعني هون ازا بتلاحظ 350 200 ملي أمبير 700 ملي أمبير بها الحدود أما الأول الأساس اللي ألون هو 1.2 أمبير لاحظ شغله هون مش مكتوب LDO شو مكتوب switch هلا بنشرح شو معنى switch هوني لاحظنا بهاي دي الـ switch انه ما في عنا قيمة مختلفة الـ 1.8 للـ 1.8 ازا بتلاحظ هون LDO هاتلا ناخد نموذج الفيديو دي LDO 4 هيدا بيتغزى من الـ PP 1.06 S2 والـ Vout اللي إله 07 هيدا LDO LDO بيغير لك الـ من من كيمة عالية لكيمة منخفضة غالبا طبعا في بعض LDO بيتم استخدامها عندها قابلية انه تخفض القيمة لكن ما بي يعني هي بتكون مثل adjustable بيسموها قابلة للمعايرة بيخليها بيقدروا من خلال المقاومة معينة أو توصيلة معينة ما بيقدر يشتغل LDO regulator بالمقابل LDOيات فيها تشتغل ك regulator بتقدر تخفض من الفولت ونفس الوقت فيها ما تخفض طبعا مشكلة كل LDOيات في LDOيات تجي adjustable قادرين نحن نستعملها كسويتش كمفتاح كهربائي شو الفايد اللي بيخلينا نقدر نتحكم بهاي دي هالفولتية بقيمت منا نظهر طبعا بهاو الأجهزة في سويتشات كايسيات لحالهم يعني من ضمن لفرجيكم إياها بالصفورة هون مثلا بالايفون موجودين لكوين واحد الايسيات هي هاي هاي الايسيات صغيرة هاي دي هون موجودة عبارة عن أربع أطراف نروح لأ هي اليو أربعة تلاف وثلاثمية وعشر لحظة هون front-end model switch lower antenna front-end model switch طبعا هاي دي الفوانية هون متكأنه ملغية عم يشتغلوا على الأربعة 310 تانية يلي تقدر تأملنا مقاومة لحماية من التيار المعاكس بكيمة 3 أمبير طبعا ال switch من الوظائف التانية بتتم استخدامها مش للتحكم بخروج الفولتية كمان نستخدمها ل reverse current protection يعني حماية من التيار المعاكس تحميلنا مثلا نفضد هون بها الحال يلا نفضد IC power بس بميمة مضرب هي إذا في حال تخطط هاي دي هالفين يعني طبعا التيار اللي بتحميل من الخارج من خارجها مش من هون من الخارج المعاكس هون إذا بتلاحظوا ال VN لإلى لهذه العيسي ال VDD main ال VDD main إنتو فولت البطارية ال Vout هو ال VDD main نفس الشي بس lower antenna ما غيرنا بالفولت إيه فولت البطارية أو عفوا فولت VDD main يلي ظاهر من IC الشحن يلي نفس إيمة البطارية فات من هون وظاهر من هون نحنا قادري من خلال إشارة ال ON أو خط ال ON نقطة ال ON نقدر نتحكم بتوقيت خروجها نتحكم من توقيت خروجها من خلال هاي دي الإشارة يلي هون PP1.8 S2 بس تفوت هاي دي الإشارة الفولتية هاي دي الفولتية الأربعة فولت هون VDD main FEM اللو تظهر وبالإمكان بالإمكان هاي دي ما شو اسمه ضبطه بطريقة إنه مجرد ما وصل الفيديو دين منين بيظهر ما في مشكلة بس سويتش عادة تم يستخدم ل متل ما رجعنا متل ما قلنا ل تحكم بخروج هاي دي هالفولتية دون التبديل بكيمة أو التعديل بكيمة هيدا الموضوع مش بس بالآيفون موجود كمان موجود من زمان بالسامسون معنا لح رجع كل إيام ال S7 ال G7 عفوا نجي هون للكوننكتر تحديدا لهيد ال IC اللي هون هيد ال IC اللي هون نجي هون لهيدا ال كوننكتر عنا على خط ال S1 هيدا بيروح لهيدا ال IC هون إذا بتلاحظ ال input end وال out مباشرة لل V-Bart هيدا ال V-Bart مباشرة رايح لكوننكتر البطاري هيدا شو الشغل في بهيدا الاجهزة وقت سابقا بإمكانك عبر وصلة USB بس يسموها 7 USB يعني إلى سبع أطراف توصيل 4 فولت على خط ال S1 و ال S2 بيجي بارد أو أرضي ال S1 و ال S2 تعطي 4 فولت مباشرة بيمررهم بيوصلهم ل كوننكتر بطارية وتقدر من خلال هيدا هالعملية تفحص الجهاز سحبته وإذا كان بحاجة لشحن وإنت ما معك وقت بدون يعملوله صفر طبعا هوا أكثر شيء متوفرين عند الوكلة يقدر يعملوله التخزي ويقدر يشتغل كأنه موصول على باور سبلاي بدون ما تفتح ترجع لعند مين لعند كوننكتر الـ USB ترجع هون لاحظوا مثلا إشارة الـ ON أو الـ Enable يلي هون على الطرف الرقم الثلاث إذا بلاحظوا موصلين مباشرة بس هون نت تركينا شكل تركينا floating بسموها لبرة يعني هاي دي بس بهالحالي هون شو بيكون عاملين أنه بمجرد ما وصلت الـ 4V ما ننطر إشارة دغري بتظهر يقدروا يتحكموا فيها بعدة أسليم هاي دي ما بدا إنه إشارة من المعالج للظاهر الفولتي لا هون عملو للتوصيل بطريقة إنه يلافتح المجال مباشرة متل هون الحالة يلي حكينا فيها لل هون بهاي الآيفون هون إذا ملاحظين الآون مباشرة لا طبعا عفوا بالآيفون خروج الفولتي المين هون الفيم مشروط بوصول الإشارة الواحد فاصل ثمين فولت على على خط الآون طب هنا كيف هاي دي بدأ إيميت فولتي أما لو انتركت شكل فلوتين طبعا هو حسب الشركة المصنعة ممكن مثلا الشركة المصنعة بتقولك وصل الآون مع الأرض بتلاقيها اوبن عطول يعني حسب ما هن مصممين الدائرة طبعا هاي دي هاي دي الـ IC صحيح هاي أربع أطراف وهي ديك أربع أطراف لكن مش نفس الدائرة مثلا بهيدا جهاز الآيفون السامسون مثلا زاب لحظو هون الـ على الإجر الرقم الثلاثة أما الـ هون على الإجر الرقم أستور طيب هيدا هون فهمنا موضوع الـ شو مفهوم أنا نرجع لموضوع العطل وين ممكن يصير للعطل اللي كنا عم نحكي عليه إنه اللي متنحنا الشاحن اللي الـ الـ عم بيحمى وشو السبب اللي عم بيحمى فيه هون بها الحالة طبيعة الحال أنت حيتلقي هون الحرارة على هيدا الـ 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 مثلا تيجي بتحقون ما بتعطي أي نتيجة بتشيل ايسين باور ما بيمشي بحال ضلت منسل وين ممكن يكون العطل العطل طبيعة الحال بالدوائر بالدوائر التانية أو بهاي الخطوط اللي هون يلي غزيها كمخارج سويتش كل بساط هو راح لهونيك طبعا كيف يعني مدرس بهذا النموذج ما سيكون ممكن يكون عندك العطل بهذا هون المسؤول عنه بتاتش بصلا كله هيدولي هاو محتمل يسببولك هيدا هالأطل طبيعة الحال أنت بس يصير في عندك هيدا هالأطل مباشرة شو بتعمله بدك تحدد شو هن الخطوط يلي بيغزيهم هيدا هالخط طبعا هاي ما فيك ما فيك تقدر تحددها إلا من خلال سكماتك يعني إذا بدي حددها أنا هون من خلال البيتماب ما في ما في مجيل ها لحظوا هيدا الخرج هون ما بيحدد لهون شي بدك لذلك بدك سكماتك بس هو مثلا حطبت عطيني هون على هاو الأطراف هيدول البيتن لهون لحظوا هون هيدا الانفور وكذا هاو البيتن طيب من بعد البيتن هون لو كبست على الانفور ما بيقدر يوصلني على الخرج لذلك بدك أنت سكماتك هلا سكماتك من 12 ولو أمن سهل الموضوع هلا المشكلة عندك بال13 وال14 اللي ما نمتوفرون السكماتك نحن منجي هون على هاي الخطوط يعني لو نختريد هون ال 1 volt pp 1 volt هون ما بتقدر نتحكم في هذا الشكل مروح نشوف وين واصل طبعا كيف منشوف لوين أي IC واصلة بنخذ نقطة لقلون معينة بنقدر نفحص الممناعات اللقلة بيبين معنا الشورت يعطينا شورت طبيعي هون حقيقي وبتحقون بهالأسس طبيعة الحال لاحتمالات الأطال وين بتكون مركزة ممكن يكون عندك العطل الـ IC Power نفسه بهذا القصم القصم يلي بيتم تخزيته لكن بالقصم الخرج اللي إله والاحتمال التاني بهاي الخطوط أو بالملحقات يلي بيتم تخزيتها منهم لكن مش بالخط الأساسي اللي أنت لقيت على الحرارة بهالشكل إن شاء الله تكون هايك لفتنا لكم نظر ع هايك عطل وموفاين ويواتي جونال خوف ترجمة نانسي ترجمة نانسي